هذه مجموعة نقاط كتبتها هي النقاط الأبرز الواضحة في هذه المجموعة خصائص المجموعة الخوئية المرجعية ابتداءا بالخوئ نفسه وانتهاءا بكل أفراد هذه المجموعة وهي مجموعة كبيرة قطعا السستاني منها قطعا إسحاق الفياض منها وهكذا البقية الباقية أبرز ملامح هذه المجموعة أولا ضعف عقيدة البراءة والولاية وهذا واضح في كتبهم في دروسهم في منطقهم في حياتهم العملية على طول تاريخ حياتهم الذين ماتوا والذين هم على قيد الحياة وحينما سأستعرض لكم ما أستعرض من عقائد إسحاق الفياض ومن فتاوه ستتضح لكم الصورة جلية لذا لن أدخل في التفاصيل وإنما سأقرأ لكم ما كتبته من نقاط تمثل ملامح المجموعة الخوئية المرجعية ابتداءا بالخوئ وانتهاءا بأخر شخص منهم أولا ضعف عقيدة البراءة والولاية وبالمناسبة هذا الأمر ليس خاصا بالمجموعة الخوئية لكنني أتحدث هنا عن المجموعة الخوئية لأن البرنامج مخصص للحديث عن أحد أفراد هذه المجموعة إنه إسحاق الفياض وإلا فالبقية في حوزة الطوسي إن كانوا في النجف إن كانوا في كربلاء إن كانوا في قم أو في أي مكان آخر هذه المميزات واضحة فيهم بشكل صارخ 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 قطعا للذين يتابعون بدقة من أمثالي أولا ضعف عقيدة البراءة والولاية ثانيا الجهل الفاضح الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه وهذا ما سيتضح لنا مما كتبه ومما يعتقد به إسحاق الفياض جهل فاضح بإمام زمانه وشؤونه صلوات الله عليه بالوثائق بالوثائق والحقائق والدقائق ثانيا الجهل الفاضح هذا ليس خاصا بإسحاق الفياض كل أفراد المجموعة الخوئية ابتداء من الخوئي نفسه إلى بقية أفراد هذه المجموعة وهي مجموعة واسعة متسعة جدا الجهل الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه أتحدث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن الذي إذا مات شخص من دون أن يعرفه فإن ميتته ميتة جاهلية أولا ضعف عقيدة البراءة والولاية ثانيا الجهل الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه ثالثا رفض حديث أهل البيت عموما والتشكيك فيه مع جهلهم بمعارف آل محمد كل هذا سأثبته لكم فيما يرتبط بإسحاق الفياض وقد أثبته في البقية في كبار مراجع الشيعة في برامج السابقة وحتى في مجموعة هذه الحلقات مما تقدم من الحلقات السابقة رفض حديث أهل البيت عموما والتشكيك فيه مع جهلهم بمعارف آل محمد جهل مطبق ومطبق ابتداء من الخوعي وانتهاء بآخر شخص منهم رابعا التمسك بالثقافة القرآنية الناصبية إلى أبعد الحدود مع أن أغلبهم جاهلون حتى بهذا الأمر هو لا يفقه من القرآن لا بحسب ثقافة العترة ولا بحسب ثقافة ثقيفة بني ساعد الأغلب منهم لكن الذين على معرفة بالثقافة القرآنية فإن ثقافتهم القرآنية ثقافة ناصبية إلى أبعد الحدود الميزة الرابعة التمسك بالثقافة القرآنية الناصبية إلى أبعد الحدود مع جهل أغلبهم بها وهذا ما هو مستغرب لأنهم يرفضون حديث أهل البيت مثل ما تقدم في النقطة الثالثة خامسة قراءة التأريخ وفقا للمنظور الطبري الناصبي وهذا واقع شعي عام الثقافة التأريخية في أجوائنا الشعية عموما ثقافة طبرية ناصبية يقرؤون التأريخ وفقا لموازين الطبري وليس وفقا لموازين العترة الطاهرة بل يقدمون ما جاء به الطبري وأمثاله على ما جاء في روايات وأحاديث أهل البيت وقد تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالأمثلة والشواهد والأدلة في برامج المتقدمة خامسة قراءة التأريخ وفقا للمنظور الطبري الناصبي السادسة التخلف العقلي والثقافي مع الفشل الواضح في البيان نطقا وكتابة وهذه ميزة واضحة في المجموعة الخوئية ابتداء من الخوئي وانتهاء بآخر شخص فيها وهذا الأمر ليس خاصا بهذه المجموعة الحوزة الشعية عموما تعاني من هذا الأمر السادسة التخلف العقلي والثقافي مع الفشل الواضح في البيان نطقا وكتابة سابعا السعي بكل جهد وجهد السعي بكل جهد لتسطيح العقل الشيعي إلى أبعد الحدود الممكنة وهذا الأمر يشتغلون عليه ليل نهار أكان بقصد وتخطيط أم كان الأمر على سجيتهم بسبب سطحية عقولهم بسبب تخلفهم العقل لأنهم ركبوا عقولهم من ثقافة العيون الكدرة القذرة ولم يركبوا عقولهم من ثقافة العيون الصافية الطاهرة سابعا السعي بكل جهد وجهد لتسطيح العقل الشيعي إلى أبعد الحدود الممكنة خصوصا عبر الفضائيات وعبر المواقع الألكترونية وعبر جموع الحمير من خطباء المنبر أتحدث عن حمير البشر الذين تحدث عنهم القرآن في سورة الجمعة ثامنا جعلوا الدين تقليدا أعمى ومرجعا مقدسا وخمسا مسروقا مغصوبا وصلاة شافعية وصوما وحجا خاليين من أي معنى ولائي مرتبط بإمام زماننا صوم فارغ وحج فارغ هذه النقطة خطيرة خطيرة جدا ثامنا جعلوا الدين تقليدا أعمى ومرجعا مقدسا وخمسا مسروقا مغصوبا وصلاة شافعية وصوما وحجا خاليين من أي معنى ولائي مرتبط بإمام زماننا هذا الأمر يعرفه أصحاب العمائم وحق الحسين يعرفه أصحاب العمائم تاسعا انتشار الفساد بكل أشكاله في عموم مؤسساتهم ومكاتبهم وهذه الميزة واضحة عندهم من فساد أخلاقي إلى فساد مالي إلى فساد إداري إلى فساد في كل الجهات فهم لا يملكون لا كفاءة ولا نزاهة ولا دينا حقيقيا ولا علما نافعة تاسعا انتشار الفساد بكل أشكاله في عموم مؤسساتهم ومكاتبهم هذه النقاط ستتجلى لكم فيما سأحدثكم به عن إسحاق الفياض في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى عاشرا العلاقة الجيدة جدا في واقعها مع حكومة بغداد في زمن صدام وفي زماننا هذا والحرص على إظهار خلاف ذلك في زمان صدام وفي زماننا هذا في زمان صدام كانوا يظهرون أن صداما يمارس أساليب الضغط والظلم والتجديد عليهم وهذا الأمر ما فيه صحة ولا بنسبة واحد بالتريليون تحت الصفر نعم تمر ظروف عليهم يعانون شيئا يسيرا من الضغط ما هو صاحب السلطان كراكب الأسد صاحب السلطان كراكب الأسد يعاني من خوف والناس يترى أهلهم أنه على خير لكنه يخشى السلطان حتى لو كان مصاحبا له ولا يعلم متى سيقلبه الأسد ويفترسه ما صدام كان يفعل هذا بأقرب الناس إليه حتى من أقربائه ومن أفراد أسرته وأرحامه فما طرأ عليهم من ضغط أو معاناة في بعض الأوقات طرأ أكثر منه على أقرب الناس إلى صده لكن الخط العام للخوء وأولاده وأصهاره لأسرته وأرحامه ولتلامذته ولحاشيته وللمجموعة الخوئية التي أنا أتحدث عنها الآن هؤلاء كانوا يعيشون في سلام مع الصدام وكانت الحكومة البعثية تقدم لهم الخدمات مثل ما هم أيضا يقدمون الخدمات بحسبهم في خدائهم للشيعة والضحك على ذقونهم العلاقة الجيدة جدا في واقعها ليست مع حكومة بغداد أينما كانوا تكون علاقتهم حسنة مع حكومة ذلك البلد وإن كانوا يظهرون خلاف ذلك حتى في الوقت الحاضر المراجع كذابون السستاني مثلا كذاب علاقته بالحكومة علاقة مفصلية وهو الذي يصدر الأوامر في القضايا الصغيرة والكبيرة لكنه يظهر للشيعة من أنه لا يستقبل السياسيين محمد رضا يشتغل هذه الأيام ليلة نهار في ترتيب أمر الحكومة القادمة وفي الوقت نفسه يكذبون ما ينشر من الأخبار بخصوص هذا الشأن مع أنه يشتغل ليلة نهار وكل ذلك بأمر من أبيه وتخطيط منه ليس في هذه اللحظة ربما يكون السستاني مريضا هذه الأيام إنني أتحدث عن البداية منذ سنة 2003 وإلى الآن فإن محمد رضا السستاني هو الذي يحكم العراق وبتخطيط وبأمر من أبيه السستاني ومع ذلك هم يكذبون على الشيعة من أنهم لا يتدخلون في أمر الحكومة مثل ما يكذبون في قضية حربهم على الميليشيات وعلى السلاح المنفلت أتعلمون أن محمد رضا السستاني مثل ما عنده وعند أبيه حجد المرجعية عنده فوج هو يعطي الرواتب لهم الفوج المعروف في النجف بفوج حماية المراجع فوج حماية المراجع هذا الفوج ليس مرتبطا لا بالجيش العراقي ولا بالشرطة العراقية ولا بأي جهاز من أجهزة الحكومة في بغداد هذا فوج يخضع بشكل مباشر لمحمد رضا السستاني وهم لا يلبسون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة من دون ترخيص من الدولة ومن دون تنسيق مع الدولة وغالبا ما تحدث فيما بينهم وبين أفراد القوة النظامية التابعة للدولة تحدث صدامات بسبب عدم التنسيق هذا الفوج معروف في النجف على الأقل معروف في أوساط أصحاب العمائم والمطلعين على الشأن النجفي فوج حماية المراجع فوج هو عبارة عن ميليشيا تابعة لمحمد رضا السستاني هو الذي يعطيهم الرواتب وفي الحقيقة ما هو بفوج لحماية المراجع هو فوج لحماية السستاني وعائلته وأولاده وبشكل خاص لحماية ولديه محمد رضا السستاني ومحمد باقر السستاني فوج حماية المراجع فضلا عن مجموعة عند محمد رضا السستاني للمهمات القذرة مجموعة صغيرة خاصة بهذا فمثل ما يكذبون عليكم من أنهم يطالبون بحصر السلاح لدى الدولة كذبون هؤلاء السلاح فوج حماية المراجع ليس خاضعا للدولة وليس مرخصا من الدولة هذه حقيقة موجودة في النجر والمراجع الباقون كذلك يظهرون رفضهم لما تقوم به حكومة بغداد ويتحدثون عن الفساد والإفساد في حكومة بغداد وهم ينتفعون منها وهم على علاقة وثيقة بها جميعهم 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 جميع مراجع النجا عاشرا العلاقة الجيدة جدا في واقعها مع حكومة بغداد في زمن صدام وفي زماننا هذا والحرص على إظهار خلاف ذلك لخداع الشيعة والضحك عليهم حادي عشر إظهار الزهد الكاذب وصناعة أكاذيب الكرامات والمعجزات لرموزهم وهذه واضحة خصوصا عند السيستانيين إظهار الزهد الكاذب وصناعة أكاذيب الكرامات والمعجزات لرموزهم كل هذا الذي ذكرته هو واضح وجلي في المجموعة الخوئية ابتداء من الخوئي نفسه وانتهاء بآخر شخص من أشخاص هذه المجموعة هذه النقاط ستتجلى لكم من خلال حديثي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى هذه الجهة الأولى تم حديثي فيها إنها الجهة التي حدثتكم فيها عن ملامح المجموعة الخوئية المرجعية قطعا هذه أبرز الملامح وإلا فإن الحديث سيطول إذا أردت أن أفصل الكلام في بقية الملامح لكنني أشرت إلى أهمها إلى أوضحها إلى أبرزها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر